بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض الفصل الثاني بعد الفائدة والجملة في الفائدة البسيطة الجزء الأول من المنهج هنبدأ الفصل الثاني اسمه القيمة الحالية والخصم القيمة الحالية والخصم دول حاجة زي الفائدة والجملة كده بس أنا دلوقتي مثلاً أعديك بس حاجة بسيطة كده أنا دلوقتي دلوقتي استلفت من البنك أو اكترطت ألف ريال لمدة عام بمعدل 10% فحسبت الفايدة زي الفصل اللي فات مبلغ في معدل في مدة اللي هي 1000 ريال في 10 على 100 في سنة تديني 100 ريال الفايدة 100 ريال يعني أنا بعد السنة هسددهم كام 1000 ريال زي 100 ريال يعني هسددهم على بعض كده 1100 ريال اللي هي الجملة بتاعتي يبقى ده كان المبلغ وده الجملة طب الفصل ده بيتكلم عن ايه في عندي حاجة في القروض اسمه السدد المبكر جيت أنا بعد 3 شهور كده قلت له لا يا بنك أنا مش عايز أستنى سنة أنا عايز أسدد الآن البنك يقول لي آه مش معقولها خليك تدفع 1100 ده 1100 تتحسبوا على سنة ده انت جاي لبدري 9 شهور هنا ده انت جيت لبدري خالص يبقى حقك تاخد خصب فالبنك يحسب لي الخصب هنعرف ازاي بتحسب لا ده انت تدفع لي بس 1030 ريال كفاية قوي الله طب يعني أنا خدت خصب آه خدت خصب طب الـ 1030 دول أنا دفعتهم الآن اللي هو مبكر دفعت 1030 وكان المفروض الاتفاق ان في النهاية ادفع كام 1100 الله ده في فرق حوالي 70 ريال آه في فرق 70 ريال يبقى مطرح الـ 1100 ناقص الـ 1030 يديني 70 السبعين السبعين دول هما قمة الخصم اللي أنا خدته الخصم هنرزه رمز اكس على فكرة مش مهم الرموز يعني بسيخنا ايه عشان الكتاب معانا هنممكن نكتبه بالعربي بس الكتاب معانا عامل رمز اكس للخصم يبقى قمة الخصم دي 70 طرحت ايه من ايه انت بقى طرحت اللي كنت هتدفعه في الاخر اللي هو الـ S من اللي انت دفعته دلوقتي اللي هنسميه بقى الـ A كان 1000 لا ده الـ A دلوقتي الحالي اسمه ايه الـ S دي هنسميها ايه القيمة الاسمية وش هنسميها الجملة بقى يعني ايه القيمة الاسمية حالك لما بتاخد قرد بتعمل عقد مع البنك فتسميه في العقد ان الجملة المات تسدده في نهاية الاقصاط او نهاية القرد 1100 ريال فإذن القيمة الأسمية هي اللي سميت بيني وبينها البنك عما لنا دفعت وده بدري الدفع المبكر ده بنسمي إحنا قيمة الحالية يبقى في حاجة اسمها قيمة حالية الله وفي حاجة اسمها قيمة الإسمية طرحتهم من بعض إدمي حاجة اسمها الخاص ده بس كده إيه عشان نفهم أساسيات الدرس طيب يبقى قيمة الإسمية اللي كانت تدفع في نهاية المدة اللي هي بنسمي إحنا S اللي سميت بيني وبين البنك في العقد أما القيمة الحالية اللي هي أنا سددتها مبكرا عن تاريخ الاستحقاق وهكذا يكون ليا لازم أحصل على خصم من البنك حقي حقي يبا القيمة الحالية إحنا هنوزلها برمز A طيب لو طرحت القيمة الإسمية دي ناقص القيمة الحالية هيديني مباشرة الحاجة اسمها الخصم اللي هو X ودي رسمة توضح زي ما أنا رسمت لك من شوية معناهم يبقى عندي ثلاث معاني مهمة جدا قيمة إسمية اللي كنت هدفعها قيمة حالية اللي أنا روحت للبنك بدري وتقول لا أنا مش هستنى هدفع بدري الخصم هو الفرق بين يبقى الـ X هو الفرق بين الـ S وبين الـ A يبقى الخصم ممكن نكتبها كده الفرق بين الاسمية والحالية طيب نيجي هنا نشوف بقى القوانين اللي أنا قلتها دي بقى بشكل أفضل القيمة الحالية اللي أنا هدفعها مبكرا تساوي القيمة اللي كنت هدفعها في الآخر اللي هي الاسمية اللي هي الـ S ناقص الخصم يعني خلينا نقول إن هو ده القانون الأساسي إزاي أحصل على الخصم أطرح اللي كنت هدفعه في الآخر في النهاية ناقص اللي دفعته مبكرا يعني الألف ومئة ريال أطرحهم من الألف وثلاثين ريال إداني الخصم سبعين ريال مثلا يعني على سبيل المثال تمام فدلوقتي أنا عندي القانون الأساسي اللي أنا معلم عليه بالأحمر ده ده أساس كل القوانين هنا إن الخصم يسوي الفرق بين القيمتين الإسمية والحالية والإسمية هي الكبيرة اللي كنت هدفع في الآخر طب لو أنا لعبت جبريا في هذا القانون يعني طلبت منك القيمة الحالية هي اللي مجهولة هي دي هي بالناقص هي أخرجها بره بعكس الإشارة تبقى مجابة ودخل مكانها الخصم بعكس الإشارة يبقى سالب شغل جبريا تمام طيب زي ما كانت الفايدة بتنقسم لفايدة صحيحة وتجارية لو نفتكر الأي أو والأي إي برضو القيمة الحالية هتنقسم إلى قيمة حالية صحيحة وقيمة حالية تجارية ولو اشتغلت بالقيمة حالية صحية غصبا عني هشتغل بالخصم الصحيح ولو اشتغلت بالقيمة حالية تجارية غصبا عني هشتغل بالخصم التجارية يبقى الصحيح هيبقى مع الصحيح والتجاري هيبقى مع التجاري شكرا